زينب رغم الأجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بإجاح العالم إلا أن الأنشطة الثقافية متوقفة ضمن ضوابط الحماية والوقاية فالكتاب بتنوع العناوين والمضامين سيكون متاح بشكل أكبر للقراء ضمن معرض افتراضي للكتاب سنتعرف على هذه الفكرة بشكل أوسع مع ضيفنا الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين يسعد صباحك يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين ويسعد صباح سوريا الحبيبة خليني أقول بانتهاء اليوم الانتخابي والانتهاء لهذا العرص الديمقراطي اللي نحن عشنا مبارح واليوم عم نشوف نتائجه وعم نشوف أبعاده نحن بالنسبة لواقع النشاطات الثقافية طبعا عم نحاول ما نوقع في النشاطات الثقافية وكلنا نعرف المشكلة الأساسية اللي هي عم نترافق النشاطات الثقافية عموما هي حضور الكثيف يمكننا أستاذ نحنا كنا حكينا بحلقات سابقة عن فكرة كانت عم تنخلق لسه عن وجود أو فكرة وجود معرض افتراضي تمام تمام اليوم كيف تبلورت هاي الفكرة وشو الإجراءات لتعمل نحن تقريبا صرنا حوالي أشهر ونحن عم نحاول خصيصا بعد ما صدر قرار بإنه إلغاء معرض مكتبة الأساس هذا العام طبعا حاولنا نتواصل مع الجهات المعنية في عودة المعرض لكن بكل أمانة وبكل صراحة الواقع الصحي والأمان الصحي هو الأهم عم يدعينا أنه نحن نأجل فكرة إقامة معرض هذا العام ولازلنا عم نحاول أنه نحن نلاقي حلول لكن اللي واضح أمامنا حتى الآن الحلول غير وردي أو الحلول غير كافية لإضفاء واقع صحي جيد على المعرض لإضفاء واقع أمان للمواطنين فلذلك اتجه اتحاد الناشرين السوريين والمكتبة التنفيذية لاتحاد الناشرين بإقامة معرض افتراضي أول شي بدأنا بأبن المعرض الافتراضي بفكرة أنه نحن نوصل الكتاب للقارئ من خلال تواصلنا من خلال منصات أقبناها إن كان على الفيسبوك وإن كان في بعض الأحيان شي اسمه من أشياء التواصل الاجتماعي عم نحاول قدر المستطاع إن كانت عن طريق الانستجرام إن كانت عن طريق تويتر عم نحاول قدر المستطاع أنه نحن نخلق حالة تواصل بيننا وبين القارئ المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين السوريين اتجه إنه نحن لازم نلاقي حل عن طريق إقامة معرض افتراضي شفنا عدة شركات في سوريا وحتى خارج سوريا خليني أقول برمجي لأنه هو إقامة المعرض الافتراضي يحتاج إلى شركات كبرى يحتاج إلى واقع تقني مهم يحتاج إلى تقنيات عالية حاولنا عدة نشوف أجد شركات وحاولكم بأكتر أمانة شفت أنا شركات من خارج سوريا وتواصلنا معهم لإقامة هيك فعالية بالآخير مثل كل عمل اللي بتشكل الجام بهذا الموضوع وتم اختيار شركة سورية للتعاون مع اتحاد الناشرين السوريين لإقامة هذا المعرض الافتراضي الشركة السورية إلى باع في التعليم الافتراضي وإلى باع أيضا في العمل لإقامة منصات افتراضية وخاصة في مجال التعليم الافتراضي الشركة اسمه ANT تعتبر من كبرى الشركات في التقنيات ونحن بكل أمانة وبكل صراحة من وجه لهم شكر ونتمنى نتفاعل نحن وياهم لإيجاد صيغة أو تفاعل يخدم القارئ السوري ويحقق قفزة نوعية وأنا بدي أكد على فكرة أنه المعرض الافتراضي في الوطن العربي ما حدا لسه نظم معرض افتراضي جيد هذا يدي أفكار في أفكار خلال الجائحة العالمية اللي عم نحكي عنها فيروس كورونا اشتاح العالم بشكل كثير بير كثير من النصاطات والفعاليات تتوجهت للعالم الافتراضي من خلال أصاسا المدارس والتعليم وكثير تفاصيل هاي الفكرة عم تشتغل عليها وإلتس هي فكرة لأول مرة يتم طرحة تنفيذها على أرض الواقع كيف رح يكون مثلا الدرشح تكون فعلا بديلة لمعرض الكتاب لما أنا أعمل معرض كتاب افتراضي طب أنا بدي أشتري كتاب نحن دائما منطر معرض الكتاب لأنه المعرض الكتاب بيكون فيه عدد كتير كبير من الكتب وعدد كبير من دار بجميع مختلف أنحاء الوطن العربي بيكون فيه عروض لأنه بنعرف التكلفة قداش اليوم كبيرة على المواطن السوري لأنه خلال المعرض عم تعملوا إمكان حسومات وتوصل للستين بمئة وأكثر ببعض الأحيان أنا كيف فيني كون بالمعرض الافتراضي شتري كتاب كيف فيني كون جزء من هيدا المعرض كمواطن عم ممتروا من سنة لسنة هلأ حلو سؤالك أنا بس أسمح لي إيش رح كلمة افتراضي بس؟ تماما افتراضي يعني المقصود هو العالم الافتراضي اللي هو الانترنت يعني كي واحد بيقول أنه هذا المعرض الافتراضي خطأ التسمية لازم تكون معرض مثلا افتراض بيمكن يقول لك معرض انترنت معرض رقمي كل التسميات هي مستحدثة وكل التسميات صحيحة حتى موضوع الافتراضي ممكن أنا أقول شخصيا بواقع أنه ممكن هي أكثر من ستين لسبعين المئة الكلمة صحيحة اليوم القصد منه أنه نحن نفترض أنه هذا المعرض مقام على أرض الواقع ونحاول أن ندخل إليه هذا المعنى الأساسي والأول لأنه نحن كل ما بنقول عالم افتراضي اليوم الانترنت بكل أبعاده اليوم أنت الموبايل هو عم يروح على عالم افتراضي يعني عم يروح على شيء ما هو ملموس مباشرة فلذلك على فكرة فكرة أو كلمة المعرض الافتراضي ممكن أن تكون صحيحة ممكن أن تكون لها مسميات أخرى لكن أنا الآن عم بتجه إلى الفكرة بشكل العام يعني ممكن نسميه المعرض الرقمي مش شرطا يكون معرض الافتراضي ممكن نقول بسهول معرض الافتراضي هو معرض مديل يعني يعني الواقع الموجود ممكن نقول معرض التواصل عن طريق الانترنت لكن أنا خليني شو ما كانت المسميات نحن الآن أمام الفكرة بحد ذاته أنه الفكرة أنه أنت وقاعد في مكتبك وأنت وقاعد في بيتك بدك تزور هذا المعرض كيف حيكون؟ حيكون تقريبا وهذا نحن أنا بدي دائما نحس الشركة المنتجة أو الشركة خلينا نقول الشركة الشريكة إلنا بإقامة هذا المعرض أنه نحن حقيقة نحاول قدر المستطاع أنه نحن نساوي معرض هو قريب للواقعي تمام؟ يعني أنت اليوم بتتفوتي على المعرض حنفطرد لسه ما سمينا له اسم حنعطيه اسم حنعطيه مسمى ممكن يكون مسمى اتحاد الناشرين السوريين ممكن نسميه معرض الكتاب السوري تحت أي مسمى كيف حتكون كنفيذي فكرة؟ حندخل على المعرض عن طريق الانترنت حتفوتي من خلال جوالك حتفوتي حتلاقي أمامك حقيقة أجنح حتلاقي مثلا جناح لدار حتكون في مشاركات عربية وعالمية تماما حتكون مثلا في عندك جناح مثلا لدار الإرشاد جناح لدار الفكر جناح لدار الحافز جناح لدار المؤنس جناح لدار مثلا كيوان جناح لدار كنعان حتلاقي الأجنحة بأسماءها حتلاقي جناح اسمه وزارة الثقافة حتلاقي أجنحة أنت حتفوتي حنحاول نعيش شكل واقع الافتراضي بس لكن بشكل حقيقي حتفوتي على الموقع حتقولي أنا بدي أتجه الآن إلى جناح مثلا وزارة الثقافة السورية حتتجهي على جناح وزارة الثقافة السورية حتشوفي الكتب الموجودة فيها حتشوفي تفاعلي مكتب هل حنستطيع نمسك الكتاب ونميل كل تفاصيله هذا الكلام حيكون في ميزة البي دي اف تماما بس لكن هذه الأجوبة الآن الأجوبة التقنية والأجوبة الفنية الكاملة المتكاملة خلينا نأجلها لحوالي شهر عندما نعلن عن تاريخ المعرض لأننا حتى الآن نحن ما أعلننا عن تاريخ المعرض لست العمل جاري العمل جاري بالذات من الناحية الفنية والتقنية أنا حاول أن يكون معرض افتراضي لكن برؤية وواقع في روح روح حقيقية يعني نسخة عن المعرض الأساسي نسخة عن المعرض الأساسي ممكن أنا أقول لك حتحسي تفوتي وحيتحسي بشعور ممكن مع الناس الآخرين اللي دخلوا معي حت ممكن يصير فيه تواصل بينك وبين مدير الجناح أو ممكن تسألي عن كتاب ممكن تسألي عن ممكن حتى نعمل أنه اليوم حنساوي حفل لتوقيع كتاب من خلال المعرض الافتراضي لكن هذا كل ياته هي رؤى وأفكار لسه على أرض الواقع ما تمشي الشيء الوحيد اللي تم الآن هو توقيع الاتفاقية بيننا وبين الشركة IMT اللي هي حتنظم هذا المعرض شامل ما تنسرق الفكرة لا لا على فكرة بدي أقول لك على شغلة الأهم هي الفكرة موجودة موجودة بس ما تم تنفيذها في أحدى الدول الأوروبية ما أحجيب اسمها ساويت هذا المعرض لكن طلع معرض هش معرض ضعيف عملوا المعرض أنا حنحكي بكل أمانة بتفوت على المعرض لكن بتروح على موقع الدار أو على صفحة الدار موقع اللي فيني أساسا ندخل عليه بشيء العام وهيك وسموه معرض افتراضي هذا المعرض أنا برأيي الشخصي تقنيا غير ناجح نحن عم نحاول نساوي معرض بكل أبعاد على فكرة التكليف كتير عالي التكليف برمشته وبالذات نحن عم نحكي نحن يعني بدنا نفوت على مدينة افتراضية تماما ممكن تكون سريدي ممكن حسب الإمكانيات نحن عم نحاول نحن عم نحاول أن نطور ونحن بكل أمانة أنا بدي أقول المبالغ اللي نحن راصدينه لهذا المعرض نحن كاتحاد الناشرين السوريين كتير قليلة والشركة عم تحاول تساعد يعني هو العمل عمل خدمي نحن اليوم عم نحاول نقدم شيء لسوريا عم نحاول وبتمنى أنه يكون أنا هيك أنا منسعة أنه يكون المعرض هو المعرض الأول من الناحية التقنية عربيا إن شاء الله وبتمنى أنا أنه يحقق طبعا بده مساعدة وأنا مبارح أو اعلنت عن لقائي بصفحتي على الفيسبوك وأنا بدي جمهور يسمع أنا بتمني أن نسمع ملاحظاتهم اقتراحات ملاحظاتهم أنا بتمني أن نسمع اقتراحات أفكار معينة تتبادلوا معهم شو المطلوب أنت يعطيني أفكار ونحن جاهزين لنسمعها والآن ستعطيني أفكار نحن جاهزين نسمعها ونقدمها ونقول للشركة أنه نحن بدنا كذا وكذا قدر المستطاع سوريا مليئة بالعلماء مليئة بالتقنيين والمبرمجين ونحن نحاول مع الشركة ونحاول كمان نقدم رؤية حضارية جديدة بتمنى ممكن بعد أسبوعين نقل لكم أنه نحن تم إعلان تاريخ المعرض طبعا أنا بتمنى أن يكون خلي التاريخ الأساسي لمعرض مكتبة الأسد هو لن يكون بديل يعني نحن ما عمنا نحاول أن يكون هو بديل عن المعرض إنما هو يمكن هو فكرة موجودة هو ممكن يكون فكرة جديدة ومكملة وممكن تتطور نعم ممكن تتطور ونقول مثلا في العام القادم ممكن يكون مستمر صحيح وممكن يستمر شهر المعرض وهذا المعرض يعني كلتها هي أفكار تقنية عم نحاول نقدمها نعم بما أنه عم نحكي عن المعرض الأفتراضي الناشرين السوريين وخاصة بما أنه صار فيه مثل ما حكينا كمان من قبل كثير فيه من المواهب الكتابية اليوم بهمهم شي واحد هو التسويق تسويق اليوم الانترنت ممكن كمان يفيدهم بهذه القصة إضافة إلى أنه مثل ما حكينا حكيت نور قبل شوي عن المشاركات العربية لكن خلينا نحكي كيف رح يكون التركيز أو آلية المشاركة إن كان عربيا ولا داخليا هلأ نحنا مع الناشرين السوريين هلأ عم نحكي وحتى العرب عم نمشي أول بأول نحن عم نطلع الناشرين على واقع المعرض والناشرين السوريين حيقدموا كتبهم في المعرض بحسومات عالية مثل ما أنت قلت حتى بالمعرض الافتراضي وحنحاول أن يكون هذا المعرض هو دافع ومقوي لصناعة النشر في سوريا عم نحاول أن يكون هذا المعرض هو يربط بين مثل ما كان يربط معرض مكتبة الأسد بين الجمهور يعني عم بقصد القراء وبين أيضا المؤلفين وعم نحاول أن يكون يعني ممكن يكون فيه ندوات افتراضية ممكن يكون فيه آه ممكن يكون فيه ممكن فيه نشاطات ثقافية مرافقة نشاطات ثقافية مرافقة يعني اليوم عفوا نحن أمام شيء افتراضي مفتوح هذا قديش مكلف اليوم يعني بده جهود كتير كبيرة يعني تحكي عن تنفيذ وما تزيي عن تقنيا تقنيا نحن اليوم عم نحكي من الناحية تقنية أنت اليوم عم تساوي أحيانا برنامج بسيط إن كان برنامج كتير بسيط خلينا نفترض مثلا لشركة لتوصيل السيارات أو لشركة التنظيفة عم تكون تكليفه كتير عالي اليوم كل شيء تقني لأنه عم ياخد جهود جبارة عم تكون بين مبرمجين وبين مهندسين وبين إداريين وبين الشركات وفيه شيء اسمه أحيانا أسعار بالأساس للبرامج بحد ذاته فنحن اليوم عم نحاول قدر المستطاع أن نقدم شيء جديد وشيء ملفت يقدم خدمات للناس وعم نحاول هذا الشيء المكلف ما يكون تكاليفه من الناشر يعني أنا حالكم هذا المعرض الافتراضي حيتحمله ناشرين لا الاتحاد نفسه اتحاد الناشرين بدون أي شراكة يعني العارض ما حيتحمل تكاليف خلينا نقول اشتراكه في المعرض حتكون تقريبا المشاركة أو التكاليف المشاركة شبه مجانية طبعا ممكن تكون فيه تكاليف إدارية بسيطة لكن حتكون تكاليف شبه مجانية ليه؟ لحتى يكون ما يرفع من سعر الكتاب نحن عم نحاول نقدم كتاب متوازن متوازن بسعره هنا بنقول اتحاد الناشرين ما رح تكون تكلفة على حسابك بحيث المربح ما رح تاخدو نحن بالعكس رح تكون تكلفة على حسابكم بحيث المربح هذا أساسا يكون هو التكلفة يعني تكفلوها أنتو أنا بدي أسمي لك لسه أكتر من هيك نحن هذا المعرض بالنسبة لنا هو معرض خدمي خدمي للناشر وخدمي للقارئ وخدمي للجمهور نحن كاتحاد كمجلس إدارة اتحاد الناشرين كمكتب تنفيذي لاتحاد الناشرين سوريين حيقدم هذا المعرض هو خدمة للمجتمع حيقدم هذا المعرض هو تقنية جديدة خدمة فيه للقراء حنقول أنه نحن عم نقدم فيه خدمة للثقافة بقدر المستطاع نحن عم نحاول وعلى فكرة بدي لكم على شغالي إدارات معارض عربية كتير حاولت أنه تنظم هذا المعرض ولكن التكاليف العالية ربما التكاليف العالية في بعض الدول العربية أعلى من التكاليف العالية من سوريا ربما لازلنا نحنا عنا العنصر البشري خليني نقول تكاليف تبعه أقل ممكن تكون تقنيات العالية نحن عنا هذه التكلفة العالية مثل ما كانت مثل موجودة في بعض الدول العربية أو الأوروبية فنحن اليوم كاتحاد نشرين عم نستثمر ال�ظروف السورية خليني نقول الحضارية الظروف السورية التقنية عم نستثمر خليني أقول نظارة وقوة وعلمية ومنهجية المهندسين المبرمجين لتقديم خدمات جديدة للمعرض أنا بتمنى أنه نحنا بالمعرض واتنعلم أنا على فكرة رؤيتي رؤيتي وتمنيتي أن يكون مثلا بواحد تسعة بعشرة تسعة بخمستعش هيك هيك ما في موعد سعبين لكن نحنا عم ننتظر شوي حجوز الأماكن المساحة النطاق التواصل مع المهندسين لكن أنا بتمنى هيك ليش بتمنى هيك مشان نكون مع افتتاح الجامعات وأنا بدي أكد وبيدي أعطي أمل للمواطنين من خلال هذا اللقاء أن الجامعات إن شاء الله هتفتتاح وحيكون في إلها افتتاح جيد وحنكون المدارس أيضا حنكون مع افتتاح المدارس موجود المعرض حتكون افتتاح للمدارس بشكل إيجابي إن شاء الله أتمنى أن نكون كذلك ولكن أنا اللي أتمنى أكثر أنه أن يكون ذلك ضمن أطر صحية وضمن أطر من الأمان للمواطن يعني نحنا اليوم المعرض خليني نقول ضمن هذه الأطر الصحية يعطي فيه نوع من أنواع الأمل للقادم بأنه رغم كل الظروف وهذا الوباء على فكرة اللي صغيرة هو أضعف كثير من المهن والاقتصاديات في العالم يعني مو بس نحنا نتعب نقول بسوريا بس أو شيء لا 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 مواضح مع الجميع أنه هو أضعف يعني أنا بدأ لكم معارض عربية كبرى طبعا والغيات معارض عالمية هو شل البدا صحيح فيه اليوم أهم معرض للكتاب في العالم اللي هو معرض فرانكفورت اليوم هذا معرض فرانكفورت في دول كتير خلينيقول ضعفت من المشاركة فيها أو ألغت المشاركة فيها أكيد يعني بالرغم من كل الجهود والتحضيرات اللي عم تقوموا فيها لإطلاق موقع الكتاب الافتراضي منع لكم التوفيق فعلا يبصر النور هيكي عن قريب وبالوقت أو التاريخ اللي أنتو حابين يكون في موجود فيه وأكيد رح نواكب به هذا الشيء شكرا لوجودك معنا وأنا بشكريك وبشكر الجمهور وبدي أشكر مرة أخرى للشركة اللي هي عم تتابعة معنا ونحسون أن لهم هذا اللقاء هو لازم يكون عطي دافع أكبر أنه الجمهور سنعلن عنه هون الأول مرة أي ما تكون المعرض نشكركم أنتو كاتحاد ناشرين سوريين لأنه دائما صباقين بخطوات كتير مهمة على الصعيد العلم والثقافة اليوم ضم ظروف الحرب اللي عم تعيش البلد أنتو عم تحاربوا إلى جانب رجال الجيش العربي السوري الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد ناشرين سوريين تشكرك على وجدك معنا شكرا لك وشكرا للأخبارية السورية وقريبا نحن أعلن تاريخ المعرض من الأخبارية السورية وقريبا نحن أعلن شكرا لك